بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نبدأ معكم طلابنا وطالباتنا في الصفة الرابعة للتداي مع يونيت 2 الوحدة الثانية تمام احنا انتهينا من يونيت 1 الوحدة الأولى اللي كانت عن الفاميلي أفراد العائلة والآن بنبدأ وحدة جديدة اللي هي يونيت 2 تمام مع الدرس الأول لسن 1 العنوان الوحدة تقريبا راح يكون عن ايش عن تشورز المهام أو الواجبات المنزلية يعني ايش اللي انت تسويه حول المنزل في المنزل داخل المنزل تمام ايش المهام اللي تقوم بها اذا هذه الفكرة العامة من يونيت 2 طيب الدرس الأول الآن بنتكلم عن ايش راح يكون زي المفردات فوكابلري وراح يكون عندي مجموعة أهداف تقريبا خمسة أهداف الفكرة قبل لا نقرأ الوبجيكتيفز تمام ركز معي في موضوع الصور راح يكون عندك صور في الدرس لازم تناقش كل صورة تمام تعرف المفردات المناسبة لكل صورة ايش الفعل المناسب ويش اللي برضه جالس يصير في كل صورة تمام اذا هذه فكرة الدرس قبل لا نده بشكل عام طيب نبدأ بالوبجيكتيفز الهدف الأول لاخفصلي الحدث في كل صورة يعني ايش اللي جالس يصير في الصورة هذه اذا هذا الهدف الأول الهدف الثاني توقع ايش اللي بيصير من خلال يعني هذه الأحداث راح يكون عندك في أول جزء من الدرس أربع صور نبغى نرتبها بتسمع وترتبها ايش اللي يعني ترتيب الأحداث ايش اللي جالس يصير بالضبط تمام اذا هذا الهدف الثاني الهدف الثالث راح يكون عندك كلمات باللون الأزرق وراح توصف كل صورة باستعمال الفعل الصحيح تمام تشوف كل صورة وتكون عليها جملة أو فعل يكون مناسب لها الهدف اللي بعده complete the chant راح يكون عندك في النهاية انشودة قصيرة with the correct words بتسمع مقطع صوتي وتكمل الانشودة بالكلمة المناسبة بناء على المقطع الصوتي الهدف الأخير بعد ما انتهت من هذا كله راح يكون زي النقاش بسيط بين اثنين طلاب أو ثنتين طالبات describe how you help your family ايش اللي انت يالس يعني تقوم به في المنزل حتى تساعد من your family عائلتك تمام اذا هذه الهداف المطلوبة مني في درس اليوم ركز مني زي ما قلت في موضوع الصور تمام وكيف توصف كل صورة طيب نبدأ الان ننتقل لبيش تقريبا 22 22 راح يكون عندي هذا الدرس تمام هذه الان القصة هذه اربع صور هنا على شكل قصة نبغى نرتبها بين الصورة الاولى الثانية الثالثة الرابعة طيب ترتبها بناء العيش على المقطع الصوتي راح يكون لك listen and number نجي للصور الثانية هنا تقريبا كم عندي عندي وان تو ثري وعندي يعني تقريبا 12 صورة تمام ريش المطلوب بتكمل الحرف لكل صورة وتشوف ايش الفعل المناسب او كيف توصف كل صورة باستعمال الفعل الصحيح تمام وهذا النقاش تمام ايش فكرة النقاش بتستعمل الصور هذي او الافعال اللي هنا وتتحدث انت كيف تساعد يعني اسرتك او عائلتك ايش اللي تشورز شوف عنوان الوحدة تشورز يعني المهام المنزلية ايش اللي يجالس انت تقوم به في المنزل حنا الولد يقول ايش يقول ايش يقول ايش يكت مي غراس او ايش يكت مي غراس الجد والجدة تمام اذا هذه فكرة الدرس كاملة طيب نبدأ الان خلونا نقرأ في البداية انا بقرأ لكم بعدين بنسمع زي ما قلنا ايش الفكرة هنا عندي اربع صور بس ما هي مرتبة لازم تسمع وترقم كل صورة شوف عندك في كل صورة مربع كذا ابيض بترقم الصور طيب بنقرأها كذا احنا بنبدأ من هنا يعني على الباس يعني هم الاولاد الان على الباس هذه المجلة الخاصة من بالسوبر هيرو الابطال الخارقين ممتعة طيب هنا الولد يش يقول يقول ايش فخور بالجد والجدة يعتبرهم هم السوبر هيرو هم الابطال الخارقين تمام نجي هنا للصورة الثانية شوف هنا عندك عنوان ازرق the next morning ها الصباح التالي هنا الامجة تصحي الولد والبنت hurry up you need to catch the bus ها تلحق الباس at nine لازم تكون في الباس على الساعة كم الساعة تسعة i am waking up mom ها استيقظ الان what get up now استيقظ الان تمام ركز زي ما قلنا الكلمات الزرقة عندك هنا كوميك بوك catch waking up get up طيب نجي للصورة اللي هنا get on the fifty four bus to go to your grandparents tomorrow اذا ام جالسة توريهم الجوال ايش تقول لهم الولد البنت تقول لهم اطلعوا على الباس او ركبوا الباس رقب كم اربعة وخمسين ليش to get to your grandparents عشان تصلون لمن للجد والجدة where do we get off ها البنت تسأل فين ننزل بالضب الولد يقول at the park ها عند الحديقة it's a short ride ها انها رحلة قصيرة طيب عندي هنا برضو كلمات زرقة اللي هي get on grandparents get off و ride تمام اخر صورة ها هلان السيق بالاولاد get undressed put your gardening clothes on ها البس gardening clothes ايش يعني gardening clothes اللي هي ملابس المزرعة يعني هم بيروحون فين بيروحون لمزرعة طيب sorry i am getting dressed now ها جالسة بد الملابسي الان can we collect leaves ها نقدر نجمع اوراق الشجر شفت لاحظ هنا الولد اوراق الشجر we can put them in the trash can ها ممكن نحطهم فين في سلة النفايات اذا هنا الفكرة ان الاولاد والاحفاد بيزرون من بيزرون الجد والجدة والام هنا جالسة تجاهزهم للرحلة اي باص يركبون وجالسة تصحيهم وتغير ملابسهم وهن على الباص يعني فيه ترتيب للقصة الصور الان ما هي مرتبة فانت الان listen and number اذا راح يكون عندي مقطعين استماع هذا الاول وهذا الثاني في الاول الان اش بنسوي بنسمع ونرقم الصور تمام يلا نسمع الان ونرقم الصور الاولى الثانية number 2 بعدين ثالثة ورابعة unit 2 vocabulary page 22 exercise 1 listen and number get on the 54 bus to go to your grandparents tomorrow where do we get off at the park it's a short ride the next morning hurry up you need to catch the bus at nine i'm waking up mom what get up now get undressed put your gardening clothes on sorry i'm getting dressed now can we collect leaves we can put them in the trash can on the bus this super hero comic book is fun grandpa and grandma are my superheroes and then how do we get on the bus to go to the bus and then we have to get on the bus number 54 الآن يلا الصباح اليوم الثاني هري أب لازم تروح تلحق الباس ساعة تسعة تمام إذا هذا الجزء الثاني من القصة الجزء الثالث الآن يصيقظون الأم جالسة ترتبهم تقول لهم يلا غيروا ملابسكم يلا غيروا ملابسكم يلا غيروا ملابس المزرعة تمام والصورة الأخيرة فين هذه الآن هم الآن على الباس تمام إذا هذه ترتيب القصة طيب نمبر تو الآن يقول لك listen point and say طيب إيش بيقرالي الآن في نمبر تو بيقرالي الكلمات اللي باللون الأزرق إذا تبع الآن مع المقطع الصوتي الثاني بس ما رح يقرالك الجمع الكاملة بيقرالك الكلمات الزرقاء get on grandparents get off تمام بيقرالها لك بالترتيب زي ما رح تمنا القصة يعني هذه الأولى الثانية الثالثة الرابعة تمام يلا تبع الآن بيقرالك الكلمات اللي باللون الأزرق Unit 2 Vocabulary Page 22 Exercise 2 Listen Point And Say Get on Get on Grandparents Grandparents Get off Get off Get off Ride 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 Catch Catch Wake up Wake up Get up Get up Get undressed Get undressed Get dressed Get dressed Leaves Leaves Trash can Trash can Comic book Comic book Comic book تمام طيب نعيد حلنا الكلمات الزرقة عندي الأولى Get on يعني يصعد أو يركب على تمام Get on the bus يركب على الباس Grandparents معروف اللي مجد والجلدة Grandparents Get off يعني ينزل ها إذن Get on يصعد وGet off ينزل Ride ها رحلة تمام نجي هنا Catch يلحق أو يمسك أو يقبض لها أكثر من معنى لكن هنا معنى Catch the bus تلحق الباس تمام أو تصعد على الباس Waking up طبعا قالها لك Wake up أبعد ال-ING Wake up يعني السيقظ Get up نفس المعنى السيقظ أو ينهض Wake up أو get up كل ثنتين نفس المعنى ينهض ينهض السيقظ نجي هنا Get undress يعني غير ملابسك Get undress وهنا برضو قراها بدون getting قراها Get dressed يعني جالس الباس الآن Get dressed Leaves أوراق الشجر Leaves Trash Can اللي هي سلة المهملات أو سلة النفايات وآخر كلمة Comic Book اللي هي المجلة الهزرية Comic Book إذن هذه الفكرة هنا طيب نروح الآن لجزء الثاني من الدرس Look and complete الآن يلا بناء علي قريناها الآن قبل وشايف القصة بنكمل الفراغات يعني حتى لو ترجع الآن لهذه نفس الكلمات هنا باللون الأزرق موجودة هنا نمبر وان إيج جالس يسوي في الصورة الأولى ها Wake up جالس السيقظ Wake up طيب في الصورة الثانية الثالثة الرابعة العين آخر تمام نجي هنا الآن في نمبر تو أعطاك كلمتين ها جي تبدأ بالجي الأولى والثانية باليو ها إيج جالس يسوي في الصورة جالس يسيقظ ينهض ها إذن get up ها إذن get up يستيقظ get up طيب نجي نمبر ثلاثة الصورة ها لو تلاحظ جالس يسوي جالس يغير ملابسة إذن get dress ها get dress إذن هذه الصورة الثانية طيب طيب الصورة عفوا الصورة نمبر ثلاثة الصورة نمبر فور ها c فراغ the bus ها جالس يسوي ها catch the bus ها يلحق الباس قبل لا يحرك ها catch the bus نجي عن نمبر فايف ها جالس يركب ولا ينزل ها يصعد إذن get on ها get on the bus ها يركب على الباس أو يطلع على الباس get on the bus طيب هنا بدأ لك بال-R فراغ on the bus ها ride يركب الباس ها ride on the bus تمام أو يبدأ الرحلة ride on the bus طيب هنا البنت نمبر ثلاثة جالسة تقرأ ها المجلة ايش قلنا المجلة comic book ممتاز comic book تمام طيب نجي نمبر ايت ها شوف اللي فوقها على طول 5 يجالس يسوي يجالس يركب أو يطلع على الباس نمبر ايت خلاص بينزل الآن الباس get on إذن الثانية get off ها get on يصعد get off ينزل تمام نجي نمبر ناين ها هذا ولا من ها اللي يمر جد والجدة grand parents grand parents طيب هنا الآن جالس يسوي ها جالس يغير ملابسه يبدأ ملابسه إذن get undressed ها get undressed تمام إذن لو رجعنا نمبر ثري get dressed يلبس ملابسه ونمبر ten get undressed يغير ملابس يعني شيء الملابس اللي علي بيلبس صغيرها تمام نجي نمبر الى فن ها ها يجلسين يجمعون يجمعون الأوراق الشجر اللي هي leaves leaves طيب جمعوا وراق الشجر فين حطوها ها في نمبر 12 trash can كلمتين trash can اللي هي سلة المهملات أو سلة النفايات trash can تمام إذن هذه فكرة الدرس إيش الهدف المطلوب هنا المطلوب مني هنا إني أعرف الكلمة أو عفوا أعرف الصورة وأقدر أوصف الصورة بالفعل الصحيح يعني زي الصورة اللي أولا جالس يسوي الآن جالس wake up طيب هل هو catch لا هل هو get on لا إذن إيش الفهم للناس بالصورة اللي أولا wake up لو جينا مثلا على نمبر 5 ها يعني يسير كب الباس ولا ينزل من الباس ولا يجالس يضبط إذن يركب على الباس أو يصعد على الباس get on ها get on طيب واللي تحتها حرطونا نمبر 8 ها العكس get off ينزل get off طيب إيش أوراق الشجر ها leaves إيش المجلة comic book سلة المهملات trash can إذن لازم تعرف كل صورة وتوصف الصورة بالفعل الصحيح تمام إذن ركز على هذي مثلا لو قلنا أحفظ ترى أفضل لو تحاول تحفظ الكلمات دي تركوز احفظها مع الصور مثلا لو جدتك في اختبار أو شيء يلا أوصف لي الصورة هذه بتقدر تقول get up ولا get on ولا comic book ولا leaves ولا تراشكان إلى آخر تمام إذن هذه الفكرة في نمبر 3 طيب نروح للي بعدها الآن أتمنى يعني إن شاء الله كل شيء الحد الآن واضح نروح نمبر 4 إيش المطلوب مني الآن listen read and complete عندك انشودة بنسمع ونكمل فراغات طيب خلونا نقرح نحن أول شيء عندك wake up kid come on wake up wake up استيقظ time to get out of bed يلا حال وقت عشان إيش تخرج من السرير get up وعندك فراغ كلمتين eat a big breakfast تناول فطورك eat a big breakfast فراغ your bus الباس that's what I said هذا ما طربت منك طيب ننزل اللي تحت I am running to the bus stop جالس أركض إلى موقف الباس أبغاء الحق قبل لا يحرك I am running to the bus stop hey mister bus driver جالس يحيي السواق hey mister bus driver can you wait ممكن تنتظر I need to وعندي فراغ this bus أحتاج هذا الباس but I'm really late لكني متأخر but I'm really late طيب نروح لآخر جزء طبعا هذه الكلمة اللي هي course course هذه الأصوات اللي بيقرون لإنشودة تمام ما عليك منها أنت أقرأ لإنشودة بس نيجي لجزء الثاني I am sitting on the bus now خلاص أنا الآن نراكب الباس finally I feel ok ها يعني الحمد لله خلاص اللي حكت الباس I feel ok شعوري جميل I'm reading my new ها جالس أقرى إيش فراغ It's going to be a great day ها هذا اليوم إن شاء الله بيكون إيش great day يوم جميل يوم رائع تمام الآن واضح طيب الآن يلا اسمع المقطع الصوتي listen read and complete اسمع وردد وكمل إيش الفراغات يلا unit 2 vocabulary page 23 exercise 4 listen read and complete wake up kid come on wake up time to get out of bed get up get dressed eat a big breakfast catch your bus that's what I said I am running to the bus stop hey mr. bus driver can you wait I need to get on this bus but I am really late wake up kid come on wake up time to get out of bed get up get dressed eat a big breakfast catch your bus that's what I said that's what I said I'm sitting on the bus now finally I feel okay I'm reading my new comic book it's going to be a great day wake up kid come on wake up time to get out of bed get up get dressed eat a big breakfast catch your bus that's what I said comes on get up 해 I'm going to okay the bus city OK house I'm reading my new book comic book I'm coming book طيب بقى عندنا الجزء الأخير تمام أو ما قبل الأخير اللي هو listen again and chant يلا الآن أنت بتسمع وبتردد إيش بتردد الانشودة خلو بس نطلع الكلمات اللي كتبناها يلا أنت الآن اسمع بيقرأ هذا أول شيء بعدين هذا بعدين يرجع حين يردد ذا بعدين هذا في الأخير تمام يلا تبع الآن وحاول تقرأ مع المقطع الصوتي أو ردد معه Unit 2. Vocabulary. Page 23. Exercise 5. Listen again and chant Wake up kid. Come on wake up. Time to get out of bed. Get up. Get dressed. Eat a big breakfast. Catch your bus. That's what I said. I am running to the bus stop. Hey Mr. Bus Driver can you wait. I need to get on this bus. But I am really late. Wake up kid. Come on wake up. Time to get out of bed. Get up. Get dressed. Eat a big breakfast. Eat a big breakfast. Catch your bus. That's what I said. I'm sitting on the bus now. Finally I feel okay. I'm reading my new comic book. It's going to be a great day. Wake up kid. Come on wake up. Time to get out of bed. Get up. Get dressed. Eat a big breakfast. Catch your bus. That's what I said. What do you do to help your family? ها. ها. إيش سيكون المنزل تساعد عائلتك؟ مثلا هنا الأول بيقول I cut the grass. ها. ها. أجز العشب. آآ I go to the supermarket. ها. أروح السبب الماركت. آآ I take out the trash. عرب النفايات. آآ I sit the table. أجهز الطاولة. أجهز الطعام. آآ I clean مثلا my room. منظف الغرفة. إذن كل طالب أو طالبة. يلا. أعطني إجابة من عندك. What do you do to help your family? إيش الرجال تسوي في المنزل? To help your family. تساعد عائلتك. تمام؟ إذن هذا يكون زي النقاش البسيط أثناء الحصة. طيب. الآن ننتهي هنا. نروح الآن للworkbook كتاب التمارين. تقريبا page. نشوف صفحة كم. 136. إذن صفحة 136. تمام؟ 136. اللي هي بداية الوحدة الثانية. من الثوء. ها. شوفي العنوان هنا. I visit to their grandparents. الزيارة إلى الجد والجدة. راح يكون عندي السؤال الأول الثاني. وعندي هنا الثالث وعندي هنا الرابع. يعني بيكون عندي تقريبا أربعة عسلة. طيب. نجي للسؤال الأول. قبل لا نبدأ. ها. ارجع للدرس الآن. تمام؟ وشوف الصور. بنكتب. تمام؟ الكلمات لكل صورة. أو كلمات كل صورة. يعني بنوصف كل صورة. نفس اللي في الدرس. ها. نفس اللي في الدرس. اللي كانت في الجزء الثاني. ها. نفس الكلمات. طيب. الصورة الأولى. ها. ايش الصورة؟ catch. ها. c-a-t-c-h. catch. طيب. number two. ها. يالس يصعد الباس ولا ينزل؟ ها. يصعد. إذا نشي الكلمة؟ get on. ها. هي كلمتين أساسا. get on. طيب. نيجي number three. ها. يالس الآن راكب وما يشي في الرحلة. ايش الرحلة؟ ride. ها. r-i-d-e. ride. طيب. نيجي number four. ها. في two. صعد على الباس. وفي four يشي سوى؟ ها. نزل من على الباس. إذا نشي الكلمة؟ get off. هي كلمتين. ها. get off. طيب. نيجي number five. شوف طويلة شوي. five و eleven هذه طويلة. تمام؟ اللي هي خمسة وحداش. طيب. هنا get dressed ولا undressed؟ ها. undressed. إذا نجال يصغير ملابسه. تمام؟ نجال يصغير ملابسه. طيب. نيجي number six. ها. يجال يسوي؟ ها. يستيقظ. اللي هي كلمة get up. تمام؟ get up. كلمتين هي أساسا. get up. نيجي number seven. ها. نفسها قريبة منها. بس الثانية هيش؟ wake up. تمام؟ إذن wake up. يعني لو فسرناها من خلال الصورة. wake up توه الآن صاحي. get up خلاص نهض الآن. قامل على السريع. إذن wake up يستيقظ. وget up ينهض مثلا. تمام؟ طيب. نيجي number eight. ها. في number five. ايش قلنا قاعد يسوي؟ get undressed. جالس يغير ملابسه. طيب. في number eight. جالس يلبس الآن. اللي هي get dressed. الآن جالس يلبس الملابس. تمام؟ طيب. نيجي number nine. ها. إيش يدي مع البنت؟ اللي هي comic book. ممتاز. comic book. تمام؟ طيب. نيجي number ten. نشوف جالس يركز على الشباك. لأنها نفس صورة six. شوف لو طالع في ستة. ترى نفس الصورة. بس هنا جالس يركزك في شيء ورا الشباك. إيش هو؟ ها. أوراق الشجرة إيش؟ ممتاز. ها. leaves. طيب. number eleven. ها. هذول الاثنين منهم. ها. اللي هم grand parents. grand parents. ممتاز. طيب. وآخر صورة. ها. أوراق الشجرة. فين جالسين يحطونها؟ في التراش. كان. ها. تراش كان. سلة المهملات. تراش كان. تمام؟ إذن هذه هي فكرة التمرين الأول. زي ما قلنا شوف. ركزك على الصورة في الدرس هذا كثير. أوصف كل صورة. إيش الفعل المناسب. إيش اللي موجود في الصورة. تمام؟ إذا زي ما قلت. ركز على موضوع الصور. حاول تحفظ. تمام؟ حيث أنك تقدر توصف كل صورة. من one إلى two. يعني عندك 12 صورة. طيب. نروح للسؤال الثاني الآن. read and complete with the words from exercise one. يعني الكلمات اللي هنا الآن في التبرين الأول. راح تستعملها. تمام؟ في التبرين الثاني. بتكمل بها الفراغات. يعني زي هنا قالك I usually wake up at 7 o'clock. أنا غالب أن أستيقظ مثال ساعة 7 o'clock. سبعة تماما. طيب. I فراغ at 7.15 in the morning I take a shower. طيب. إذن قالي له في الأولى أنه إيش؟ wake up at 7 o'clock. يستيقظ الساعة 7. إذن في 7.15 إيش بيسوي؟ ينهض قتاب منتاز. ينهض قتاب in the morning I take a shower. ينهض ثم ياخذ إيش؟ ياخذ شاور دوش. طيب. I فراغ the bus at 8.15. ها أنا فراغ الباس. الساعة كام 8 وربع. طيب. الآن استيقظ ويكب. ثم قتاب نهض. واخذ الدوش. والآن إيش بيسوي مع الباس؟ ها catch به الحق الباس. أي catch the bus at 8.15. ها الحق الباس الساعة كام 8 وربع. طيب. at 8.30 الآن وصل عند الباس. الآن الساعة 8 ونفص يعني ياخذ ربع ساعة. إيش بيسوي؟ I فراغ the bus and go to school. ها هو فراغ الباس ويذهب إلى المدرسة. إذن إيش بيسوي؟ ها ممتاز. get on ها يركب على الباس. get on يصعد على الباس إيش؟ and go to school. on the bus. الآن في five. I sometimes read. ها إيش معنى read؟ ها يقرأ. I sometimes read. تقرأ إيش؟ my. إيش اللي يذكر في الدرس اليوم؟ ما في لهي حاجة واحدة اللي هي إيش؟ الكوميك بوك ممتاز. كوميك بوك. طيب نجي نمبر سيكس. in the afternoon. ها بعد الظهر. I visit my grandparents. ها هزور الجد والجدة. and take out there. ها وأرمي لهم إيش؟ ها إيش اللي بترمي لهم؟ نمتاز ها. التراش كان. ترمي سلة النفايات. تمام. طيب آخر شيء نمبر سيفن. before I go to bed. ها. تمام. before I go to bed. إذن قبل أن أذهب إلى السرير. before I go to bed. I frog and brush my teeth. ها أنا أقوم بعمل هذا إيش؟ and brush my teeth. وفرش إيش أسناني. إذن إيش تسوي قبل أن تروحي للسرير. ها. I get undressed. ها. أو بد الملابسي. I get undressed and brush my teeth. وفرش إيش أسناني. تمام. واضح؟ أتمنى إلى حد الآن إن شاء الله كل شيء كان واضح. إذن هذا في التبرير الثاني. أخذنا الكلمات من التبرير الأول وحطيناها هنا في الفراغ المناسب. برضه لازم أركزك على معلومة اللي هي السياق. إيش معنى السياق؟ لما أقول لك ركز على السياق. إيش يعني السياق؟ يعني لما تيجي على جملة زي كذا قبل ما نحلها مثلا لا تستعجب في الحل. حاول تقرى السياق كامل يعني إقرى الجملة كاملة حاول تفهم إيش المطلوب في هذه الجملة. تمام؟ يعني هو الآن هذه كأنها لك زي القصة شوف بالترتيب ترى قال لك إني wake up at seven o'clock أصحى الساعة السبعة. ثم أستيقظ وأنهض من السريل سبعة وربيع يعني أجلس ربع ساعة حتى أنهض من على السريل. بعدين I catch the bus ألحق الباس. بعدين أصعد على الباس ثمانية ونص. يعني أحاول الحق الباس ثمانية وربع وأصعد عليه متى ثمانية ونص. طيب على الباس الآن إيش بسوي أنا؟ لأقرأ الكوميك بوك. طيب خلصت المدرسة الآن بعد الظهر راكب الباس فين بروح. I visit my grandparents. بأزور الجد والجدة وساعدهم مثلا فيش في التراش كامل. تمام؟ طيب خلصت الرحلة هذه كاميرا رجعت البيت الآن قبل لأنا مش بسوي. I get and dress. ها وبدل ما لأبسي. إذن هذا معنى السياق يعني يعطاك السياق كامل من بداية أول وحدة إلى آخر وحدة. فعشان كده لا تستعجف الإجابة دائما لو جدتك فيه اختبار فيه تمريم فيه تدريب فيه شيء. لا تستعجف الإجابة. تأكد أنك تقرأ الجملة كاملة. تفهم الفكرة أو السياق المطلوبة في هذا التمرين. بعدين تبدأ تحل. يعني زي هنا في نمبر فور تتأكد هل هي get on ولا get off. ترى حط لو حطيتها get off. تمام؟ ممكن نقول أنها تعتبر صح. لكن إيش مكتوب في السياق؟ يقول لك the bus and I go to school وأذهب إلى المدرسة. إذن ما هي get off. كيف ينزل ويذهب للمدرسة؟ إذن get on. تمام؟ وبقيت الجملة بنفس الفكرة. هذا بس يعني حبيت أوضح لكم. تمام؟ إذن لا تساجه في الإجابة. تاكد أنك تقرأ السياق وتفهم الفكرة كاملة من كل التمرين. تمام؟ طيب نروح الآن للتمرين اللي بعدها نمبر ثلاثة. ها read and complete. أكمل الفراغات. use the words in the box. استعمل الكلمات اللي في الصندوق هنا. اللي في المستطيل هذا. طيب إيش الكلمات أعطاك catch؟ نفس الشفر. رجعنا نفس الكلمات. يعني كل اللي في ترى الدرس من بدايته إلى الآن في كتابة 80 كلها نفس الكلمات. اللي يبيلون الأزرق. catch هي أصلا معناها يلتقط أو يمسك بس هنا معناها يشير حق الباص. comic book ها المجلة. get dressed ها يرتدي الملابس. get off ينزل. get on يصعد. get undressed يبدل ملابسه. get up ينهض. grand parents الجد والجدة. flowers ها هذي جديدة. flowers اللي هيش الورود. وآخر كلمة wake up ها يسا يقر. طيب. my perfect school day ها يومي المدرسي المثالي. طيب. I wake up at nine o'clock. ها. إذا نستيقظ من تسعيش. nine. and read in bed. ها وأقرأ القصة وانا على السرير. I. الآن الفراغ الثاني. I فراغ. at nine thirty. شوف هذا المقصود بالسياق. لا تستعجل في الإجابة. لن بيجيب بيقول get on get off. بيجاوب لي أكثر من الطريقة. لا. أصبر لا تستعجل. اقرأ الجملة. I فراغ. at nine thirty. إذن هو قال لك في البداية أنه يستيقظ متى wake up. at nine. تمام. وبعدها قال لك at nine thirty. I فراغ. and in my favorite clothes. ها. وفراغ أيش. في ملابسي. إذن إيش يسوي الآن. إذا كان صحي الساعة تسعة. بعدين تسعة ونصف. إيش بيسوي. ها. get up. تمام. get up. and in my favorite clothes. ها. ملابسي المفضلة. إيش يسوي بها. ها. get dressed. مو undressed. لو حطيتها undressed خطأ. undressed يعني يبدل ملابسه. لكن هنا لإيش يقول. يقول إيش ملابسي المفضلة. إذن get dressed. بألبس ملابسي المفضلة. تمام. طيب نيجي اللي بعدها. at 10 o'clock الساعة عشرة. my mom makes my breakfast. ها. نجهز فطوري. then I go to school. أذهب للمدرسة. بعدين. I frog the bus in front of my house. طيب. إذن صحي. أفطر لأن أخذ الفطور. then I go to school. إذن المدرسة. بعدين قال لك. I frog the bus in front of my house. الباس أمام منزلي. أفطرت لأن. لأن الباس أمام منزلي. إيش بأس سوي. get on ولا get off ولا إيش. get on أو catch. عفوا catch. ألحق الباس. تمام. يجي وقف من المنزل وألحق الباس. catch. طيب. لحقت الباس. ها. بعدها ش بأس سوي. and get off. ليش get off. the bus in front of my school. المدرسة. طيب. عند المدرسة لأن أخذت الباس وصلت عند المدرسة. إيش بتسوي. get off بتنزل. I get off the bus. تمام. طيب. الآن يقول لك. I have three classes at school. عندي ثلاث حصص. then I frog the number 54 bus to the park. طيب. وردي عنا الباس الآن. I frog the bus. رقب كم؟ 54. طيب. خلصت المدرسة والآن الباس. إيش بأس سوي. ها. I get on الآن. الآن بأصعد على الباس. تمام. to the park. وأروح فين؟ أروح البارك. الحديقة. on the bus. ها. على الباس الآن خلال هذه الرحلة. I read my favorite. ها. تقرأ إيش. ها. الكوميك. بوك. ممتاز. كوميك بوك. تمام. طيب. in the afternoon بعد الظهر. I play with my friends. ها. ألعب مع أصدقائي. or visit. يعني عندي خيارين. إما أنا ألعب معهم. أو visit. أزور من. عفوا. ماي. ها. يزور من. ماي. grand parents. الجد والجدة. ها. grand parents. طيب. and water ذا. ها. water هنا. اللي مع الماء. بس هنا يقول إيش. هي بشكل فعل. and water يعني أسقي. طيب تسقي إيش. and water ذا فراغ. and clean their yard. وهو نظف إيش الحوش. طيب. إذن يسقي إيش. إيش الكلمات اللي هنا مناسبة معها. ها. the flowers. الورود. ها. إذن أنا أسقي الورود. أي. water. the flowers. and clean their yard. وهو نظف إيش الحديقة لهم. طيب. in the evening باقي عندي كلمة واحدة. in the evening في المساء. I. ها. واضحة. I get and rest. ها. وبدل ملابسي. and go to bed at 10 o'clock. ها. وضع في السريل الساكم. 10 o'clock. تمام. واضح. الشيء الحديد لأن كل شيء واضح. نجالسة يعني حاول نيوضح لك الفكرة كامدة. طيب. باقي عندي ثمرين أو هذا آخر شيء. خلونا نتأكد. باقي الثمرين الأخير. بضوزة النقاش. read and complete. do you in the morning. ها. ما هو الوقت فراغ in the morning. إيش إيش الأصح. ها. what time do you مثلا get up. what time do you wake up. كلها صح. هنا الإجابة. الآن هي جرسة تسأل والثانية تجاوب. at 7 o'clock. ها. إذن ننسيقل الساعة سبعة تماما. but I. فراغ at 7.30. إذن هي تصحى الساعة كام 7 o'clock. لكن فعليا الساعة سبعة ونصيش. I get up. ها. تنهض منه على السريل. يعني جرسة نساعة وهي صاحية على السريل. بعدين تنهض كتب. طيب. do you walk or فراغ the bus to school. ها. هل تمشي أو فراغ the bus to school. ها. أو. ride. ها. ride. تأخذ الرحلة وتصعد على الباس. ايش. إلى المدرسة. طيب. إذن آخر جملة. my school is far. ها. مدرسة بعيدة. so I usually فراغ the bus to school. ها. إذن إيش. I usually catch. تمام. catch the bus to school. على حق الباس. ايش. أو أصعد على الباس. إلى المدرسة. تمام. إذن هذه بالنسبة زي ما قلنا. يعني نقاش بسيط. بين أثنين طلاب تنتهي الطالبات. ممكن معلم أو المعلم عن الطلاب والطالبات. تمام. يعني زي ما قلتك هذا السياق. لو قلت لي take صح. لو قلت لي get on صح. تمام. I get on the bus. أنا أصعد على الباس. لو قلت لي catch برضو صح. يعني عندك أكثر من إجابة صحيحة. تمام. طيب. أتوقع هنا. وصلنا إلى هاي الدرسة لهذا اليوم. إن شاء الله كان درسه بسيط. ركز زي ما قلنا على موضوع الصور. وكيف تتكلم عن كل صورة. تعطيني الكلمة لها. هل هي get up. get off. get on. هل هي get dressed ولا get undressed. هل هي grand parents ولا leaves. تمام. إذن الفكرة هنا أركز على الصور. موضوع الصور. لازم كل صورة تتكلم عنها. تمام. إن شاء الله كل شيء كان واضح. تمام. نصل هنا لها درسة لهذا اليوم. half a nice day. see you next class. سبحانك الله وحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. شكرا.